السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله كالقوا بعض الناس اللي هم مرض بالسكري ولا يأكلون اللحم الغنم لأن ربما قد يؤدي إلى مضاعفة ذا السكري هنا يجوز أننا نضحي بالبقرة كالقاوة في السنوات الأخيرة مجموعة كبيرة من الأسر صاروا يضحون بالأبقار فهل تجوز أم لا؟ أي نعم تجوز تجوز الأضحية بالبقرة ويجوز فيها الاشتراك الاشتراك يعني يكون فيها جوج الناس حتى السبعة لأن في الحديث النبوي الشريف كان سيدنا النبي يتكلم عن الهدي في الحج ولا فرق بين الهدي والأضحية في الهدي يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم آدنا للصحابة أن يشتركوا في الحج والعمراء كل سبعة في بودنا يعني كل سبعة دي الناس يشتركوا في بقرة فالإنسان إذا بغير يشترك إما في بقرة والناس اللي في الصحراء يشتركوا في جمل والناس اللي في البوادي في بقرة وحتى في المدينة يعني ممكن يكون واحد ويكون جوج وثلاثة وربعة لعائلات وخمسة لعائلات واحتل سبعة احتل سبعة للناس سبعة الأسر ممكن يشتركوا في بقرة وكي يدبحوها وكي يقسموا فيما بينهم وتجزئهم عن وضحية العيد وقد جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم شارك في حجته من المسلمين في البقرة عن سبعة فهذا من الأمور التي هي من السنة النبوية الشريفة وهذه الشعيرة المباركة هي من اللي نبغي وندبحوها لابد أن نختار دائما الأجود سيدنا النبي كما قالت أمنا عائشة رضي الله عنها أمر بكبشين أقرا يطع في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة ها نمي المدية يعني السكين فاشحديها بحجر ففعلت ثم أخذتها وأخذ ذلك وأضجعه وأدبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد هات الحديث النبوي الشريف أمنا عائشة رضي الله عنها بينات لنا في مجموعة كبيرة من الأحكام أن الكبش اللي هو مستحب ندبحوه أنه يكون مليح يكون أقرا يعني يكون عنده القرون يطع في سواد سواد يعني أنه كيكون بيض سردي وكيكون قدامه كحلين قدمه فيهم السواد ويبرك في سواد الرجلي اللورانين توم فيهم السواد وينظر في سواد يعني العينين ديولو مدورين بواحد اللون أسود وجهه بيض سردي وفي سواد في عينيه وقدميه ورجليه ومن لي سيدنا النبي بغي تبحى قال أمنا عائشة قال لي ها فين سكين سكين العريضة المدية السكين كتكون كبيرة قال لا إش هذيها بحجر مضيها مزيان من لي مضتها بغي تبحى بغي تبحى للأضحية ماذا قال في الدعاء بسم الله اللهم تقبل من محمد كان سيدنا النبي دبحى دبحى كبشين قال هذا لآل محمد لمحمد وآل محمد والتاني قال وهذا لأمة محمد يعني سيدنا النبي ضحى لنا ونابع لنا منذ زمان كل من لم يضحي فسيدنا النبي قد ضحى وتكفل بذلك ونابع عنه منذ زمان والإنسان من لي إن شاء الله تعالى يجي وقت العيد لا بد أن الدبح يكون بعد صلاة العيد كان بعض الناس عندهم واحد العادة يزربوا في الصباح البكري يخصوا يدبح باش يبقى ينقل من منزل المنزل ربما يكون هو جزار وخصوا يربح ولكن الانطلاق الحائقية كتكون بعد الصلاة الفريضة دي الصلاة اللي غتكون في المصلة يصلها الإمام أو من ينوب عن الإمام وبذلك أن دك ممكن أنه يدبح وإذا أراد أن يدبح لابد أن الجميل أن الإنسان يدبح بنفسه يتعلم يدبح بنفسه ولا قدر أنه ما يعرفش كيكون مع الجزار وكيقول خذ الباديرات قدم نشد لك قل بسم الله الله أكبر وسمي ودبح وإلا يسمي نفسه أو من أوصاه عن فلان ابن فلان كان السيدنا رسول الله يقول بسم الله والله أكبر اللهم هدى عني وعن من لم يضحي من أمتي ولم يقدر تشدبح على الأقل يشهد ويحضر عملية الدبح لأن هذه عبادة هذه ليست عملية لحم سيأكل هذه عبادة من العبادات المباركة لابد للإنسان أن يحضرها وينبغي له أن يراعي أداب الدبح حتى تستريح هذه الأضحية لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهان عن تعذيب الحيوانات على اختلاف أشكالها خصوصا أضحية العيد فلابد أن تحدى السكين جيدا ويكره أن تحدى أمام الدبح كان بعض الناس يقوم بالعملية للإحداد والدبح كتشوف وكتفهم وكتحس كتعذبها حرام لهذا الإنسان يحد السكين بعيدا وجل دبح بكل نطف ويسم الله سبحانه وتعالى لأن سيدنا النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الدبح وليحد أحدكم شفرته وليرح دبيحته من لاندبح هذه الأضحية بإذن الله تعالى نحن مطالبين بأننا ناكل منها وحد الشطر ونهديه منها وحد الشطر ونصدقه بوحد الشطر هذا من السنة كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الثلثة من الأضحية ويهدي الأقارب والجيران الثلثة الأخر ويتصدق بالثلثة الآخر على الفقراء لأن الله تعالى قال لنا فاكلوا منها وأطعم البائس الفقير وفي أي أخرى قال فاكلوا منها وأطعم القانع والمعتر فالإنسان جميل أنه يقسم هذه الأضحية ثلاثا ثلثا لنفسك ثلثا هدية للأغنية من الأصحاب وتلث صدق للفقراء والإنسان لابد أن يأكل من أضحيته وربنا سبحانه لا ليس مانع أن يتدخر لأن ربما حاليا كلقوا جل الناس يضحيوا أيام زمان كان يضحيوا وحد في أقليلة وفي أخرى ما يضحيوا ما عندهمش اليوم في عصرنا هذا رغم غالى الأسعار ورغم الظروف الصعبة بعدك يلقوا ناس كل شيء مضحين لا أحد يبقى بلاش ربك يبارك للجميع فلهذا يجوز أن نتدخر إلا كان كل شيء دابح وهنا لا مانع أن الإنسان يتدخر بعض الناس يشري الكبش ويشري مع تلجة لأنه بغي يقوم بالإدخار ويقصدك للحيمات ويراعي الظروف المعيشة فلا مانع من ذلك سيدنا النبي قال كلوا وأطعموا واددخروا واددخروا وأيضا يكون هذا الأمر يكون فيها فيها التقوى لله الأحكام المرتبطة بالأضحية هي كثيرة وكثيرة جدا ولكن بعض الناس ربما لا يريدوا أن يضحي يقول لك أنما كنت أرى الصورة ذي الدم وذي الدبح أنا سوف أتصدق بتمانها أن نأخذ أن نأخذ تمان الأضحية ربما يدير 2000 درهم 3000 درهم 4000 درهم يقول لك أننا نتصدق بها العلماء قال لك الأضحية أفضل من التصدق بتمانها لأن الأضحية بغا الله تعالى أن تضحي إلا لعندك شي مانع من الموانع كان بعض الناس يقول لك نشوف أنا ما بغي دم ما بغي صداع أنا بغي نصافر أن نعطيها شي واحد ضعيف أي نعم صدق فيها أجر والثواب كبير لكن الله تعالى يريد كل واحد منا أنه يضحي بنفسه ويتصدق أيضا فكله خير لأساس هو أن القصد الشرعي من الأضحية هو تقوى الله لا ينبغي أن ننسى ذلك أن القصد الشرعي من الأضحية تقوى الله تعالى لأن ربنا عز وجل كي قلنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فقريبا أيها الأحباب الكرام سوف تبدأ الأسواق في بيع وضحية العيد في البوادي انطلقت منذ فترة ولكن المدن الكبرى الناس كنتظروا الدخول للغنام في الأسواق القريبة من المدن وغي يكون إن شاء الله تعالى الخير موجود ولكن الأسعار تبدو لازلت مرتفعة وكين هناك الحمد لله بعض الأخبار صار بأن هناك تدخل من طرف الدولة لنظر في هذه الأسعار حتى تكون في متناول كل المواطنين ولا ننسى بأن في هذه المناسبة كيكون تضامن وكيكون التكافل والناس كي تعاون فيما بينهم والغني كي حول ما أمكن أنه يكرم إخوانه الضعفاء ولا ينبغي أن ننسى ونحن نفكر في عيد الأضحى أننا نكون في موعد مع العشر الأوائل من دي الحجة هذه أيام عظيمة هذه أيام مباركة والفجر وليالين عشرين أعظم الأيام دي السنة هي العشر الأوائل من دي الحجة فالإنسان من السنة أنه يعظم هذه الأيام ويصوبها صيامها عظيم جدا خصوصا يوم التاسع لغيكون يوم عارفة ومن الزل إنسان أنه لا يقص شعرا ولا يقلم أدفارا حتى يضحي لأن في ذلك فيها نوع من التشبه بحجاج بيت الله الحرام فالحجاج الحمد لله الطائرات دي الآن تنطلق بدأت منذ أمس ويالآن تسير كل يوم هناك عدة طائرات تسافر إلى البقاع المقدسة وهذا كله خير عظيم وبركات كبيرة لأساسي والصوبه الأحباب الكرام هو أننا في هذه الأيام المباركة علينا أن نحيي سنة التضامن والتكافل فيما بيننا أن الأغنياء يوسعون على إخوانهم الضعفاء ويكون نوع من التوسع على الفقراء والمساكين والله يبارك والله يجازي والله يضعف الأجر والتواب وأيضا نحرص على التواصل والتزور مع العائلاء والأحباب ونطفئ نار الأحقاد والضغائن ونقوي أواصر المحبة والمودة والتراحم في هذه الأيام المباركة وأيضا علينا أننا نعبر عن السرور والبهجة بقدوم هذه الأيام هذه الأيام هي مواسم للخير مواسم للرحمة مواسم للإيمان علينا أن نبدي فيها السرور والبهجة فرحونا بالله الصلاحة كنتقوم ديما فرحانين يقول لك أزدد عليك يقول لك أنا فرحان فرحونا بالله ولهذا النبي الكريم كان النساء يفرحوا وكان ملك يفرحوا فيما بينهم إلى أنها مش واحد كما وقع لأمنا عائشة مع جواريتها ودخلت أبو بكر الصديق وانتهرهم قال لهم دعهم يا أبا بكر حتى تعلم يهود أن في ديمنا فسحة وأني بعدت بالحنيفية السمحة فهذه الأيام لغا تكون شاء الله هي أيام عمل صالح أيام تكافل أيام تزاور أيام محبة ومودة وترحم وأيام سرور وبهجة وأيام فرح بهذا الدين العظيم وهذا الشعائر لجعل الله تعالى تعبر عن قوة الإيمان واليقين نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع ويبارك في الجميع السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله